اشتركوا في القناة اختلف المفسرون حول ما إذا كان ابن آدم بالآيات السابقة هم ابنيه لصلبه أم أنهما أخوان من بني إسرائيل من أحفاد آدم فقال الحسن البصري ليس من أبناء آدم لصلبه ولكنهما كان رجلين من بني إسرائيل بين قوسين ضرب الله بهم المثل في إبانة حسد اليهود وقتلهم الأنبياء والسحلالهم للقتل وكان بينهما خصومة فتقربا بقربانين ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل ورد ابن عطية على هذا الرأي قائلا هذا وهم وكيف يجهل أحد من بني إسرائيل كيف يتدفن حتى يقتدي بالغراب والصحيح أنهم ابن آدم لصلبه وهذا قول الجمهور من المفسرين ويؤكده أيضا أن القصة في القرآن كانت تتحدث عن أول قتيل من بني البشر أي من أبناء آدم وقال ابن عباس وابن عمر وغيرهما هما قابيل وهابيل بن آدم وملخص القصة كما رواها المفسرون والمؤرخون كما يلي إن آدم كان يخشى حواء فكانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى بين قوسين إلا شيث فإنها ولدته مفردا عوضا عن هابيل بعد قتل قابيل له فولدت حواء قابيل ومعه توأمته إقليما وكانت من أجمل النساء وولدت هابيل ومعه توأمته ليوذا وكان آدم يزوج من أبنائه الرجال من يشاء من أخواته النساء إلا توأمة هذا الرجل التي ولدت معه في بطن واحدة لأنها لا تحل له وذلك لأنه لم يكن هناك نساء يومئذ إلا أخواتهم وأمهم حواء وكان أبناء آدم قد كثروا وعمروا الأرض في ذلك الوقت فلما كبر قابيل وهابيل أمر آدم هابيل أن يتزوج من إقليما توأمت قابيل وأمر قابيل أن يتزوج من ليوذا توأمت هابيل فسخط قابيل وقال هي أختي ولدت معي في بطن واحدة وهي أجمل من أخت هابيل فأنا أحق بها وقال لآدم هذا رأيك والله لم يأمرك به فأمره آدم فلم يؤتمر وزجره فلم يسجر فاتفقوا على أن يقدم كل منهما قربانا لله تعالى والذي يقبل قربانه تكون إقليما من نصيبه وكانت القرابين حينئذ إذا قبلت نزلت نار من السماء فأكلتها وإذا لم تقبل لم تنزي النار لأكلها وتأكلها السباع وكان هابيل راعيا فقدم كبشا سمينا من خيار ماشيته وأضمر في نفسه الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره وكان قابيل مزارعا فقدم حزمة من زرع من أرض زرعه وأضمر في نفسه عدم المبالات لما إذا كان القربان سيقبل أم لا وأقسم أن لا يتزوج هابيل أخته أبدا فتقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل فزوج آدم إقليما لهابيل فقال قابيل لآدم إنما تقبل من هابيل لأنك دعوت له ولم تدعي لي وتوعد أخاه فيما بينه وبينه وقال له لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقال له هابيل لئن مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك وكان هابيل أشد وأقوى من قابيل ولكنه تحرج والسحرم أن يقدم على قتل أخيه إذا حاوله وقتله وقيل أنه جاهل كيف يقتله فجاء إبليس وأمسك بطائر أو حيوان وجعل يشتخ رأسه بين حجرين ليقتدي به قابيل فقام قابيل إلى هابيل فوجده نائما فشدخ رأسه بحجر وقيل بل دربه بحديدة فقتله وقيل بل خنقه خنقا شديدا وعده كما تفعل السباع فمات بين قوسين هل المقصود من عضه كما تفعل السباع هنا أن قابيل تحول إلى رجل مستأذب وأنه كان أولى المستأذبين وهذا هو التشويه والعقاب الذي أنزله الله عليه نتيجة حقده وشره هذا في الغالب هو التفسير الأرجح خاصة أن الفراعنة كانوا يصورون ست في صورة حيوان كالذئب أو الكلب ويطلق عليه حيوان الشا كما سنوضح بعد قليل وترك قابيل جثة هابيل في العراء سخفافا به فبعث الله غرابا يبحث في التراب ليريه كيف يصنع فقال أعجسوا أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فكان من النادمين وقيل لم يكن ندمه ندم توب والصغفار وإنما حسر لأن الله أكرم هابيل فأرسل إليه هذا الغراب ليدفنه وقيل أنه لما قتل هابيل تركه ولم يدري ما يصنع به لأنه كان أول ميت على وجه الأرض فقصدته السبع فحمله في جراب على ظهره لمدة سنة وقيل لمدة مئة سنة لا يدري ماذا يفعل به فبعث الله غرابين فتقاتله فقتل أحدهما الآخر فلما قتله عامد إلى الأرض يحفر له فيها ثم ألقاه ودفنه ووراه فلما رآه يصنع ذلك قال يا ويلتي أعجس أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ففعل مثل ما فعل الغراب ونادم على حمله أخيه مدة سنة ولم يندم على قتله أما عن مصير قابيل فقيل إن آدم دعا عليه فانخسفت به الأرض وقيل أنه كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفرقت عروقه وقيل إن قابيل السوحش أي تحول إلى وحش يشبه الذئب أو السلعوة بعد قتل هابيل ولزم البرية أي الصحراء ووأول من يساق من الآدمين إلى النار فإبليس رأس الكافرين من الجن وقابيل رأس الخطيئة من الإنس وقال ابن كثير إن الذي في التوراة أن الله عز وجل أجله وأنظره وأنه سكن في أرد نود شرق عدن وهم يسمونه قايين وإلى هنا تنتهي قصة هابيل وقابيل في النصوص الإسلامية وسنلاحظ أن كل المؤرخين الإسلاميين حصروا سبب قتل قابيل لهابيل في الخلاف على من يتزوج من الأخت الجميلة وليس الخلاف على النبوة ومن سيخلف آدم كخليفة بالأرض بعد وفاته قصة قتل قابيل لهابيل بالتوراة جاءت قصة قتل قابيل قايين لهابيل بسفر التكوين على النحو التالي والتجع آدم مع امرأته حواء فحملت وولدت قايين فقالت رزقني الرب ابن وعادت فولدت أخاه هابيل وصار هابيل راعي غنم وقايين فلاحا يفلح الأرض ومرت الأيام فقدم قايين من ثمر الأرض تقدمة للرب وقدم هابيل أيضا أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب برضى إلى هابيل وتقدمته أما إلى قايين وتقدمته فما نظر برضى فغاضب قايين جدا وعبس وجهه قال الرب لقايين لماذا غضبت ولماذا عبست وجهك إذ أحسنت عملا رفعت شأنك وإن لم تحسن عملا فالخطية رابضة بالباب وهي تتلهف إليك وعليك أن تسود عليها وقال قايين لهابي الأخيه هيا لنخرج إلى الحقل وبينما هما في الحقل هجم قايين على هابيل أخيه فقتله فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك قال لا أعرف أحارس أنا لأخي فقال له الرب ماذا فعلت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض والآن فملعون أنت من الأرض تحت فمها لتقبل دم أخيك من يدك فأي لن تعطيك خسبها إذا فلحتها طريدا شريدا تكون في الأرض فقال قايين للرب عقاب أقسى من أن يحتمل طرتني اليوم عن وجه الأرض وحجبت وجهك عني وطريدا شريدا سرت في الأرض وكل من يجدني يقتلني فقال له الرب إذن كل من يقتل قايين فسبعة أضعاف ينتق منه وجعل الرب على قايين علامة لألا يقتله كل من وجده وخارج قايين من أمام الرب وأقام بأرض نود شرقي عدن من نصوص التوراة السابقة نجد أن قايين جعله الله ملعونا في الأرض وطريدا وشريدا بها مثل إبليس الذي تمرد وعصى أمره بالسجود لآدم وهذا الدجال تمرد وعصى أمر الله بخلافة هابيل في الأرض وأخفت التوراة لماذا قابل الله إنذاره مثل إبليس عندما طالب ذلك ليثبت لله أنه قادر على فتنة وإضلال كل أهل الأرض وجعلهم يسجدون له ولإبليس أساذه في التمرد من دون الله وأنه كان الأحق بخلافة الأرض من هابيل بين قوسين هو أمر سنفصل له في موضع آخر من هذا الكتاب وجعل الله له علامة لكي لا يستطيع أحد أن يقتله ممن يطالبون بالقصاص لدم هابيل أي أحاطه بسياج كهرومغناطيسي مثلا لا يجعل أحد يستطيع أن يمسه أو يقترب منه أي أصبح قايين لا مساس أي يستطيع أن يقول لن يستطيع أحد أن يمسني أو يقتلني أو يقترب مني بعد الآن وهي نفس المقولة التي قالها موسى للسامري بعد فتنته لبني إسرائيل بالعجل قال تعالى على لسان موسى في صورة طاها قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ومن مجموع الروايات السابقة لقصة هابيل وقابيل في الإسلام والتوراة نجد أنها لم تتفق على موت قابيل فمصيره بها لا يزال مجهولا والتي أكدت على موته روايات لا تدخل العقل فبعضها يقول إنه خسف به وبعضها يقول إن ثورا نطحه فوقع من فوق جبل وبالتوراة رواية تقول أن ابن أعمى له قذفه بحجر فقتله والروايات التي قالت إنه نفي من الأرض ولزم الصحراء تتفق مع رواية أخرى بالتوراة ورواية ابن كثير والتوراة تؤكد أنه أصبح من المنظرين أي المؤجل أجلهم مثل إبليس لأجل معلوم وأن الله جعل له علامة تمنع الناس من قتله أو تحجبهم عنه ولا تمكنهم منه فما هي هذه العلامة هذا ما شرحته بكتاب عصر المسيح الدجال الصادر طبعته الأولى عام 1999 ميلادية والذي أوضحت به أن علامة قايين كانت إنذار الله له ومده في أجله النهائي وجعله من المنظرين وقابيل كما جاء بوثائق جماعة القابالة أي أتباع قابيل والوثائق الماسونية والمسيح الدجال على ما شرحت بهذا الكتاب وردت قصة أزوريس وإزيس وحوريس بالكثير من النصوص الدينية القديمة لقدماء المصريين ككتاب الموت الفرعوني ومتون الأهرام وبعد البرديات الدينية كما قص بلوتارغ اليوناني قصتهما في كتابه وحذف منها كثير من التفصيلات التي رآها غير لائقة بل نابية والتي رآ أنها إضافات وتحريفات من رواة القصة والقصة تتشابه إلى حد كبير جدا مع قصة هابيل وقابيل بني آدم بل هي نفس القصة بعينها وسنجد بها تفاصيل أكثر وأعمق عن حقيقة صراع قابيل هابيل وأصرار قتله له لكن تشوه الكثير من معالم القصة بما أدخل عليها من تحريفات ومبالغات وخرافات أضافها الناس والكهنة وأله من خلالها كل أبطال القصة ويمكن أن نلخص القصة طبقا لما روي في النصوص المختلفة لها بعد حذف ما شابها من خرافات وأباطيل وأشياء منكرة لا يقبلها العقل في الآتي بين قوسين مع ملاحظة أن هناك أباطيل وخرافات أخرى في الرواية سنبقي عليها ونقصها لأنها ستوضح العلاقة بين المسيح الدجال وحورس وأزوريس لأن هذه الأباطيل هي نفس الأباطيل التي سيزعمها المسيح الدجال تحكي القصة بداية تاريخ البشرية وأول صراع نشأ على الأرض بين أبناء آدم فتقول إن الإله الأكبر رع الله الراعي للبشر أو الولي أو الرب أنجب أي خلق الإلهين شو وتفنوت وهما الهواء والماء ملحوظة همة الحقيقة أن شو وتفنوت هما الدخان والماء الأزلي الذي خلق الله منهما بعد ذلك السماوات والأرض أو النجوم والكواكب ومنها كوكب الأرض ومن تزاوج شو وتفنوت قلق كب أو جب إله أو حاكم الأرض بين قوسين آدم الذي خلق من أديم الأرض أو ترابها أو مادة كوكبها وهو الكب أو الجب عند الفراع القدماء ومن كلمة كب جاءت كلمة كواكب وزوجته الإلهة نوت أي حواء وأنجب جب ونوت أربعة أبناءهم ست وأخته التوأم التي ولدت معه في بطن واحدة إزيس وأزوريس وأخته التوأم التي ولدت معه في بطن واحدة نفتيس وبوجودها بدأت البشرية وتزوج أزوريس من إزيس ونصبه جب أي آدم حاكما على الأرض كلها بهوائها ومائها ونباتها وقطعانها وطيورها وكل ما يسبح في الفضاء وديدانها ووحوشها وذلك بناء على أمر انتلقاه جب أي آدم من رع أي الله بخلافة أزوريس له في الأرض وكان أبناء جب قد كثروا في الأرض وتناسلوا في ذلك الوقت فملك أزوريس الأرض فكان ملكا عظيما عادلا خيرا وعلم الناس علوما كثيرا ورثها مما علمه الله لجب أي آدم وكان أزوريس بجانب ذلك قوي الشكيمة وبطلا من أبطال الحروب وكان أعداؤه يرتجفون أمامه وأوغر قلب ست قابيل من أزوريس أي هابيل لسبب ما لم يذكر في النصوص والسبب واضح ومعروف والغيرة والحق بالقطع من تولي أزوريس خلافة الأرض بدلا منه وهو الأكبر وبكر جب آدم فتحايل ست لقتل أخيه واتفق على هذا الأمر مع مجموعة من أتباعه ونجح في النهاية من قتل أخيه أزوريس وأخفى جثته وقيل أنه قطع جثته إلى أربع عشرة قطعة وبعثرها في أرجاء الأرض وبقيت إيزيس وحيدة مسكينة لا تعرف أين المكان الذي استقرت فيه جثة زوجها فجابت الأرض كلها تبحث عن جثة أزوريس دون ملل وساعدتها في ذلك أختها نيفتيس وعطف عليها الإله الأكبر رع فأرسل إليها الإله أنوبيس وهو الملاك الموكل برعاية جثث الموتى في عقائد قدماء المصريين فنزل أنوبيس إليها من السماء فجمع أشلاء جثة أزوريس وطواها في لفائف وأتم كل مراسيم الدفن التي أصبحت فيما بعد نموذجا لتكفين الموتى يحتذي به المصريون وأونوبيس يقابل الغرابة في القصة الإسلامية ولكن أرسله الله لست ليريه كيف يكفن ويدفن جثة هابيل وليس لإزيس كما يروى في القصة هنا وبكت إزيس على أزوريس ثم تحولت إلى طائر لتعيد الحياة لزوجها وأخذت ترفرف بجناحيها فوق الجثة فدبت الحياة في جسده الميت نتيجة الكلمات السحرية التي أخذت تنطق بها ثم تمددت على جسده وجامعته وحملت منه بابن هو حورس ولما كان من الصعب على أزوريس أن يعود إلى هذه الحياة الدنيا فقد أصبح لزاما عليه أن يحيا حياة ثانية فقد روى رواة القصة أنه أصبح مالكا وإلها لعالم الآخر والموتى بعد أن كان مالكا للأحياء ولكن النصر كان حليفه أيضا فوق الأرض اترك لها وريثه الذي أنجبه من إزيس بعد موته والذي تجسدت روحه فيه أو بمعنى آخر اتحدت روحه في روح ابنه حورس وتسرد النصوص بقية القصة فتقول إن إزيس خافت على ولدها الذي تحمله في بطنها من بطش عمه سيت الذي اعتسب السلطة بالقوة فأصبح مالك مصر والأرض بعد قتله لأخيه فهربت إلى أحراش ديلتا وهناك وضعت ولدها حورس وتعرضت حورس للكثير من المخاطر لكن يقضت أمه وعنايتها له جعلته ينجو من هذه المخاطر وشب حورس في الخفاء وعندما بلغ سن الرجول خرج من مكمنه وصار له أسباع فقرر الانتقام من قاتل أبيه سيت ومقتصب ملكه والذي كان من المفروض أن يؤول إليه هوه وتقاتل حورس وأتباعه مع سيت وأتباعه وكان نتيجة ذلك القتل أن فقد حورس إحدى عينيه وتشوه سيت وانتصر حورس في النهاية وتدخل الإله تحوت فخلصهما من بعضهما البعض وطببهما واسترد عين حورس من سيت وطبب عين حورس بأن تفل فيها وقرأ عليها قراءات سحرية فشفيت ملحوظة هامة في الحقيقة هناك أكثر من تحوت في النصوص الفرعونية ألا هم المصريين القدماء وعبدوهم بجانب الله فهناك الإله تحوت الطبيب والحكيم وهو أحد ملائكة الله كما يفهم من نصوصهم الموكلين بمعالجة وشفاء وتطبيب البشر وهو تحوت المقصود في هذا النص السابق وهناك الإله تحوت زوج الإلهة شسات وهو أحد ملائكة السماء العظام أيضا فهو المسؤول عن الكتابة الإلهية لكل ما يصدر عن الإله الأكبر رع أي هو الملاك القلم المسؤول عن تدوين المقادير الإلهية في المخلوقات في نصوصنا الإسلامية أما زوجته أو قرينته شسات المسؤول عن حفظ هذه المقادير فهي اللوح المحفوظ الذي يحفظ فيه تحوت كل ما يكتبه الله من مقادره في البشر وواضح أن الطريقة التي عالج بها تحوت حورس كانت عبارة عن نوع من الطب بالأعشاب وإلقاء الرقي بعد ذلك أخذ حورس يبحث عن والده القتيل حتى يرفعه من بين الموتى ويقدم له عينه المصابة التي ضحى بها من أجله كنوع من البر لأبيه وهذا العمل الذي يدل على البر بالوالد كما جاء مذكورا في متون الأهرام ضاعف تقديس عين حورس التي كانت مقدسة من قبل في التقاليد والشعائر المصرية القديمة حتى صارت رمزا لكل تضحية وفداء وصارت كل هباء أو قربان تسمى عين حورس خاصة إذا تقدمت باسم قربان للمتوفى كما أصبحت هذه العين رمزا للاسترداد الحق في الميراث ورمزا للنصر وتذكر كثير من النصوص المصرية القديمة أن حورس أثناء قتاله مع سيت قام بإخصاء سيت وقيل في بعض الروايات أن أنوبيس أحد ملائكة الإله الأكبر والذي فعل ذلك أثناء محاربة حورس لسيت وعندما انتصر حورس قادته أمه إزيس إلى قاعة جب أي آدم فحياه الآلهة المجتمعون هناك بين قوسين أبناء وأحفاد آدم الذين ألاها هم الفراعنة قائلين له أهلا بك حورس يا ابن أزيريس أيها الشجاع مخلص حقه ابن إزيس ووريث أزيريس لكن سيت رفع تظلما إلى المحكمة طاعنا بشدة في صحة ميلاد حورس ونسبته إلى أزيريس وبالطعن طبعا في أحقيته في الوراثة والخلافة بالأرض لأنه ولد بعد وفاة أبيه وبالتالي فهو ليس ابنه وطلب سيت أن يؤول إليه الحكم لأنه لا يجوز إعطاء منصب أزيريس لابنه وأخيه والابن الأكبر والبكر لآدم موجود على قيد الحياة وبعد عدة مداولات أقر أعضاء المجلس أو المحكمة بصحة نسب حورس لأزيريس واختلفوا فيما بينهم على أحقية حورس مرة أخرى والمجلس لم يحسم القضية لصالح أي منهما لمدة ثمانين سنة لكن في النهاية لكن في النهاية السقر رأي المجلس على أن ينسب حورس مكان والده كملك على الأرض فغضب سيت واقسم أنه سينزع تاج الملك الأبيض من على رأس حورس ويلقيه في الماء ويقاتله حتى يسرد منه العرش ونشب بينهما صراع جديد تحكيه القصة بأسلوب مليء بالخرافات والمبالغات كما يلاحظ في أحداثه تداخل بين هذا الصراع وأحداث الصراع الأول الذي نشأ بينهما قبل رفع الأمر للمحكمة كنزع ست لعين حورس وقيام حتحور وليس تحوت بمعالجة عينيه ورد بصره إليه مرة أخرى إلى آخره وأخيرا أعلنت المحكمة حقية حورس وعندئذ كلف أتوم أتم آدم إزيس أن تحضر ست مقيدا بالأغلال ولامه على عدم إذعانه لقرارات المحكمة أو مجلس الحكماء فأذعنا ست وترك لحوريس منصب أبيه فاعتلى حوريس عرش أزيريس وتوجوه بالتاج الأبيض وحيت إزيس ابنها كملك طيب على البلاد أما مصير ست فقد أعلن رع حور أختي بأن عليهم أن يعهدوا إليه بست لينفى إلى السحراء بين قوسين الأرض الحمراء وتصبح نصيبا له وفي رواية أخرى قيل أن رع أمر بإحضاره إليه لكي يضعه في منزلة الإبن وأن يسمع صوته في السماء وأن يخشاه الجميع وفي رواية ثالثة قيل أن حورس سحبه إلى كبد السماء لتتكفل الجن بحراسته وبهذا انتضم كل شيء وابتهجت السماء والأرض بأكملها وأعتقد الله أعلم أن قصة الصراع بين حورس وست في الماضي وقصة ولادة حورس من إزيس بعد جماعها لأزيريس بعد موته وردها لروحه مرة أخرى بمعونة من رع كبير الآلهة الفرعونية هي قصة مختلفة ومفبركة ويمن نجي خيال ووحي الكهنة المصريين وعوام الفراعنة والحقيقة أن قصة الصراع بين حورس وست اختلطت بقصة أخرى عن صراع ست مع حورس بن إزيس العذراء في آخر الزمان وهي نبوءة أخبر الله بها آدم فبلغها لأبنائه وأحفاده عن نهاية ست في آخر الزمان على يد مسيح آخر الزمان عيسى أي حورس بن مريم العذراء إزيس آخر الزمان التي ستنجب ابنا ببذرة يضعه الله فيها وتكون هذه البذرة التي سيولد منها ابنها عيسى عليه السلام هي جينات ذكرية يلقح بها الله بويضتها وهذه الجينات والله أعلم أصلها من أوزيريس الذي قتله ست لتكون نهايته على أيدي رجل من نسل هذا القتيل ويصبح ست في شجرة نسبه وعمه وللمزيد من التفاصيل حول طريقة ولادة عيسى من مريم وآدم حواء راجع كتابنا أسرار الخلق والروح والبعث بين القرآن والهندسة الوراثية وقد خلط الناس بين نبوءة آدم التي أنبأها الله بها عن قصة صراع حورس المسيح الحقيقي أو المخلص عيسى بن مريم بين قوسين وست بين قوسين المسيح الدجال أو المسيح المزيف في نهاية الزمان والتي ستنتهي بانتصار حورس بين قوسين المسيح الذي تعود جذور نسبه لأوزيريس واعتلائه العرش وحكم الأرض بعد قتله لست وبينما دار من صراع على الأرض في بداية الزمان بين أنصار أوزيريس وحورس أو حور بين قوسين الحوريين أو الحواريين وست وأتباعه ومن هذا الخلط اختلقوا قصة مجامعة إيزيس لأوزيريس بعد موته وإنجابها لحورس من هذا الجماع كما أبدلوا نبوءة قصة ولادة المسيح إيسى حوريس من عذراء آخر الزمان مريم ونزولها بمولودها لمصر هوفا عليه من بطش ملك الرمان الذي سيقتل كل الأطفال في هذا الزمان ليمنع ولادة المسيح بقصة هروب إيزيس بمولودها حوريس لأحراش ديلتا بمصر ورعايتها له في هذا المكان بعيدا عن أعين عم هسيد فالقصة من بدايتها إلى نهايتها كانت خلط بين نبوءة مستقبلية لنهاية الصراع الذي سيدور على الأرض بين قوى الشر في نهاية الزمان بقيادة ست المسيح المزيف وقوى الخير بقيادة حورس بين قوسين عيسى أو المسيح الحقيقي وبين قصة الصراع في بداية البشرية بين قوى الشر بقيادة ست وقوى الخير بقيادة حورس وأتباعه من أبناء وأنصار حورس والمطالبين بالقصاص لدم أزيريس من أبناء آدم وأحفاده بمن فيهم بعض أولاد وإخوة ست الذين سنكروا جريمة إهضاره لدم أخيه وأتباع حوريس أطلقوا على أنفسهم في الغالب اسم الأزيريين بين قوسين نسبة لأزير أو أزيريس الذي ينتق اسمه أيضا آسر أو إسرائيل أو عزير كما سنوضح بعد قليل وتسموا أيضا بأتباع حورس أي أتباع حور أي الحوريين أو الحواريين نسبة لحورس فالأزيريين أو الإسرائيليين هم أنفسهم الحوريين أو الحواريين وهنا نود لفت الانتباه إلى أن أنصار عيسى سماهم القرآن الحواريين وهم من آمن به من بني إسرائيل وسنتكلم في موضع آخر من هذا الكتاب عن الحواريين من بني إسرائيل الذين كانوا أنصار عيسى بن مريم ولا ننسى أن مقلوب اسم حورس أو حور هو روح وعيسى كما جاء بالقرآن وفي العقائد المسيحية هو روح من الله بين قوسين اسم حوريس أو حورس هو الاسم اليوناني لاسم حور الفرعوني واسم أوزيريس هو الاسم اليوناني للاسم الفرعوني أوزير فالسين أو الياء والسين يضافان على أسماء العلم في اليونانية وقصة إخصاء حورس لسيت أو قيام أنوبيس بهذه المهمة بها ما يشير إلى أن سيت أصبح خصيا لا يستطيع الإنجاب بعد هذه اللحظة فإن لم يكن قد أنجب قبلها فلن يكون له نسل بعد ذلك ولن يستطيع أن يخلد نفسه في الأرض بوجود ذرية له مثل أوزيريس كعقاب من الله له على قتل أخيه الذي كان يريد أن يفني ذريته ليصبح هو الوريث الوحيد والخليفة لآدم في الأرض بعد قتله لآخيه أوزيريس الذي أمره الله آدم أن يوليه خلافة الأرض من بعده ولا يولي سيت مكانه وقد جاء ببعض الروايات الإسلامية ما يشير إلى أن المسيح الدجال خصيا لا يستطيع الإنجاب ولم يذكر بها سبب ذلك ولعل ما جاء بالرواية الفرعونية يفسر لنا السبب صورة لإيزيس وحورس بوجه السقر وسيت بوجه كلب أو حيوان الشاة الفرعونية الذي يشبه الكلب صورة أخرى لحورس وإيزيس وأوزيريس ترجمة نانسي قنقر شكرا